ودلوقتي هاخدكم كده على السريع ونشوف اخر الترين ديت والمسلسلات اللي بجد اغلبها عام الجماهيرية وجدل كبير على السوشيال ميديا هنبدأ بانهي مسلسل هنبدأ بمسلسل الاختيار اللي باعتبره خارج اي سباق يعني خارج كل منافسة مفيش بيت مصري وعربي الا وبيتفرج عليه والجمهور كله متأثر ومتابع سير الاحداث باهتمام كبير وده يمكن المسلسل اللي جامع كل اسرة في الوطن العربي ومن سنين محصلش الاجماع ده على مسلسل اما سيناريست تامر حبيب كتب على حسابه على الفيسبوك كلام مهم جدا عن ملحمة مسلسل الاختيار وقال يا كل من شارك في هذه الملحمة المصرية البديعة تعظيم سلام عظيم وشكر وتقدير وعرفان وامتنان انا شديد الاعجاب والانجزاب والتأثر والعشق بتفرج على الحلقة اكتر من مرة وبستنى الحلقة الجاية اول ما الحلقة اللي بتفرج عليها بتخلص وتابع فرسلته بتفرج بكل حواسي ومشاعري الشحنة العاطفية جواية بتوصل لاقصاها مع تترات البداية وبمجرد انطقة عيني على صورة احمد المنسي البطل دموعي بتتلكك وبتبقى على اهبة الاستعداد طول الحلقة لا يتوقف اعجابي بذكاء التناول في كل مشهد في المسلسل واختتم تامر حبيب رسالته قائلا مش عايز اذكر اي اسم من اسماء اصدقائي وزملائي المشاركين امام وخلف الكاميرا لان الجميع وبدون استثناء يستحق منتهى الاشهادة شكرا 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 ومئة مليون الف برافو وطبعا شكرا الكتير دي موجهة لجيش بلدنا اللي بجد 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 عارفنا قد ايه امته وقد ايه هو حاجة مهمة جدا عن طريق المسلسل كمان النجمة اسر ياسين كتب على صفحته على الفيسبوك سعيد جدا بمشاركتي في مسلسل الاختيار مع اخيك جدع امير قرارة وقال كمان شرف لي اني امثل دور واحد من ابطال القوات المسلحة اللي ضحوا بحياتهم وخطروا علشان امننا وسلمنا تحية وتقدير لكل شهداء القوات المسلحة المنسي اسطورة استعقاء المصرية اكيد